اصدرت المحكمة الإدارية العليا في النمسا حكما برفض دعوة تقدم بها شاب سوري بطعن يطعن فيها برفض طلب لجوءه الشاب السوري البالغ من العمر 33 عاما كان قد تلقى قرارا برفض طلب لجوءه من مكتب شؤون الأجانب واللجوء في تشرين الأول من عام 2022 عقب ذلك منح مهلة 14 يوما لمغادرة النمسا إلا أنه تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية الفيدرالية وقالت المحكمة في قرارها أن الوضع الأمني في مدينة دمشق التي ينحدر منها الشاب تحسن بشكل كاف مما يجعل العودة إلى سوريا ممكنة وبالتالي فلا حاجة إلى منحه حق اللجوء وضاف القرار أن الشاب لم يثبت أنه معارض للنظام السوري ولا يوجد خطر على حياته إذا عاد إلى سوريا كما ردت المحكمة النمساوية على مبررات الشاب في طلب اللجوء فيما يتعلق بإجباره على الخدمة العسكرية في سوريا في حال عودته ردت أن هناك ما يعرف بالبدل عن الخدمة العسكرية مضيفة أن ثروة عائلته تساعده على دفعه باعتبار أن ظروفه ميسورة وذلك بحسب ما أصدرت المحكمة في قرارها ينضم لنا أحمد مراد رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا من النمسا عبر سكايب أهلا بك سيد أحمد ما قصة هذا الرفض لطعن الذي تقدم به الشاب السوري تحياتي أستاذ وجيه تحياتي لكادر خناة سوريا تيفي لأستاذ المشاهدين صراحة الخبر الذي تفضلت فيه خبر صحيح ومؤسف ويعتبر الخبر الأول من نوعه والحكم الأول من نوعه بحق لاجئ سوري موجود على الأراضي النمساوية أنه عادة حتى لو تم رفض طلب اللجوء لطالب اللجوء بيلجأ للمحكمة العليا بداية فبتعطي إقامة سنة أو إذا ما عادتوا للمحكمة السنة بيلجأ للمحكمة الدستورية العليا فبتعطي إقامة سنة ونادرا ما يكون أنه الطريق مسدود أمام السوريين ولكن هذا الحكم يعتبر سابقا من نوعها بهذه المرحلة الأخيرة التي نشهد فيها أن النمسا تقود حراكا سياسيا عن المستوى الأوروبي مع 14 دولة أوروبية أخرى إضافة إلى سويسرا تحاول فيها إعادة صياغة قانون اللجوء فعلى ما يبدو أن هذا الحكم الفريد من نوعه والذي يعتبر سابقا أنه فعليا كتقوم النمسا بأنها برسم سياستها الخاصة بعيدا عن التصنيف الأوروبي الذي يقول أن سوريا كلها ليست آمنة وباعتبار أن سوريا ليست بمرحلة انتقال سياسي فلا يجوز رفض اللاجئين وبناء على أن هناك كما تفضلوا أن سوريا أن دمشق آمنة فبالتالي النمسا على ما يبدو بدأت تغرد خاش السرب الأوروبي أنت شرت إلى مسألة المحكمة الإدارية العليا هل يستطيع الآن تقديم السناف للمحكمة السورية؟ نعم طبعا أنا بداية قبل ما ندخل بهذا التفصيل لو سمحت لي أستاذ وجيه اتطرق لنقطة هامة جدا أنه في التقرير أو بالخبر الذي نشر على وسائل الإعلام النمساوية وغيرها إضافة إلى النمسا ميديا وقناة سوريا تيفي أنه ليس معارضا للأسد وأنه بإمكانه أن يدفع بدل الجيش هذا الكلام صراحة غير صحيح بناء على مصادرنا الخاصة وتواصلنا مع الشاب صراحة بشكل أو بآخر أن الشاب فعليا أهله بوضع عادي جدا وتعرض هذا الشاب لإضطهاد استثنائي في المحكمة الأولى حيث قيل أنه تعرض لتحقيق تجاوز العشر ساعات تجاوز العشر ساعات في التحقيق الأولي وكان القاضي فعليا لا يستمع له وأصر هذا الشاب أنه هو ضد النظام السوري وضد هذا الإجرام ولا يريد أن يكون جزءا من مؤسسة القتل التي يقودها النظام السوري ولا يريد أن يكون ضمن الجيش السوري طبعا حكم المحكمة تستطيع أن تدفع البدل ودمشق آمنة نحن ندرك أن كل من يعارض الأسد هو فعليا عبارة عن رقم في سجونه أو رقم في ضحايا أما ما تفضلت به وسؤالك عذرني لأن هذه النقطة كان ضروري جدا أن نذكرها لأن هذه المسألة تنطلي على الكثير من السوريين الذين حاليا معلق طلبات لجوءهم أما موضوع الاستئناف طبعا الشاب يحق له الاستئناف الاستئناف إلى محكمة أعلى من الوضع الحالي وتقديم أدلة جديدة تؤكد أن الشاب السوري وكل من جاء من سوريا في حال ثبت أنه بداية بداية مضطهت سياسيا ومعارضا للأسد بأي طريقة كانت يحق له اللجوء الإنساني والذي هو محدد بالنمسا بزمن لمدة سنة ما هي الآن في سياق الحديث عن الوضع سيد أحمد ما هو المحدد لمسألة يعني عدة نقاط الوضع الآمن في المدن السورية هذا رقم واحد مسألة أيضا إثبات أنه معارض للنظام ما الذي يعني ذلك ما الذي يحدد أن الإنسان معارض أم غير معارض للنظام وما الذي يحدد أيضا أن لديه القدرة وهنا الحديث عنه عائلته لديها القدرة يعني قد يكون الشاب غير مرتبط بعائلة أن نتحدث سواء عن هذه الحالة أو حالات أخرى ليس بالدور أن يكون قادرا على يعني هو بنفسه على دفع البدل هنا الحديث عنه أن العائلة هي قادرة أو ثروة العائلة قادرة على مساعدة على دفعه ما الذي يحدد هذه الأمور من عدمها فيما يتعلق بالوضع بالنمسا إلا ألا بتقديري بصراحة قرار المحكمة يفتخر إلى الكثير من الأدلة التي تؤكد يعني روايتها أولا كما تفضلت أنه يستطيع دفع البدل ثانيا أنها آمنة على أي أساس تم تقييم ديمشق على أنها آمنة وآمنة من ماذا هذه المفردات بصراحة وهذه المصطلحات لا أعتقد أن المحاكم النمساوية الخاصة بقضايا اللجوء عندها تفسير واضح لهذا المصطلح الآمنة فبالتالي كما تفضلت أن على أي أساس صراحة هذا على أساس تقدير وزارة الداخلية المحكومة من حكومة يمين الوسط حاليا فبالتالي هذا الكلام غير ليس قانوني بالمطلق هذا مقام بناء على تقديرات خاصة بالنمسا لربما النمسا تستند إلى بعض التقارير الدولية التي تقول أنه لا يوجد حرب لا يوجد صراع لا يوجد مواجهات حاليا بشوارع دمشق فبالتالي دمشق آمنة وقبلها قال هناك تصريحات أممية على أن سوريا ليست آمنة من قبل مكتب الأمم المتحدة شكرا لك شكرا جزيلا لك بالضبط هذا ما نقول هذا ما نقول ونادبه فبالتالي النمسا استندت على تقارير خاصة بها بصراحة استندت على سفيرها على ما يبدو الذي الموجود في دمشق والذي يمارس نشاطه بشكل مستمر ويزور الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وبعض المؤسسات ووزارة الثقافة ونحن قمنا بنشر العديد من هذه التفاصيل فعلا ما يبدو أن النمسا تقوم بالاستناد إلى تقاريرها الخاصة فأنا أدعو هذا الشخص المعني بهذه القضية إلى أن يلجأ إلى المحاكم العليا ويستمر في حقه بالحصول على حق لجوء وأيضا هو يستطيع أن يقدم طلب لجوء جديد من الصفر طبعا هذه الإمكانية موجودة هنا في النمسا بعد أن حصل على رفض ورفوضات من خلال المحكمة الأولى والثانية والدستورية ولما إلى هناك فيستطيع أن يقدم طلب جديد وأن يصبر وينتظر قليلا لأن النمسا انتهت قبل أسبوع أو قبل عشرة أيام من انتخابات تصدر فيها اليمين المتشدد هذه الانتخابات ولكن الحكومة لن تتشكل معه ليس موضوعنا ولكن أنا أقصد أن الأمور الظروف الآن قد لا تكون مواتية لكن فيما يتعلق بمسألة إثبات أنه معارض أو غير معارض ما الذي يحدد بالنسبة للحكومة النمساوية صراحة مسألة نسبية مسألة نسبية وتختلف من قاضي إلى آخر وتعتمد على ميزاجية سمجة للغاية بصراحة ولا تستند إلى مستند قانون يعني يكفي من المفروض أي شخص أظهر للقاضي بعض الصور على هاتفه أنه كان بمظاهر ما أو بمكان معين أو مدينته تعرضت للقصف في مرحلة من المراحل أو يوجد معتقل من أهله من زويه فهذا من المفترض أن يكون كافي لأن يقدم للمحكمة المحكمة أنه معارض يعني لا أعتقد أنه يجب أن يأخذ شهادة من النظام السوري أنه معارض له وأنه يوجد أنه مطلوب من المفضل عندما تكون يعني تقول للقاضي أنك أنت معارض من المفضل أن يكون عندك إثباتات توثق كلامك يعني دوم الشعب السوري هل من المطلوب أن يكون هناك منشورات أم أن يكفي المعارضة السياسية يعني غير المنشورة يعني ليس هناك منشورات سياسية أو مواقف معلنة نعم أنا فهمت أنا فهمت أن تم توجيه سؤال لهذا الشاب الدمشقي الذي عمره تقريبا بالثلاثين عام أنه هل أنت منتسب إلى حزب سياسي معين قلت أصلا لا يوجد أحزاب سياسية بسوريا قبل مرحلة الثورة وما إلى ذلك يعني لا يوجد أحزاب فبالتالي كانت الأسئلة بصراحة نمطية للغاية غير مستندة إلى قيم حقيقية ليست مستندة إلى معايير حقيقية تتعامل مع حالة السوري بأنه معارض أم لا يوجد بسوريا ثورة يوجد بسوريا فوضى كل واحد يسميها مثل ما بده حرب أهلية شعبية كما يسموها بورغر كريك يعني حرب أهلية بغض النظر مدام يوجد هذا الحال فلا يحق للمحكمة ولا يحق للنمسا ولا لغيرها باعتبار أنها ضمن المجموعة الأوروبية والمجموعة الأممية أن تسمي بنفسها أن دمشق أو غيرها آمنة فبالتالي مع الأسف الشديد أن النمسا أن النمسا تحذو حذو تحذو حذو متشدد تجاه هذه الحالة الإنسانية وأيضا سابقا يعني صلتنا الضوء معكم على موضوع لم أشمل التي عملت النمسا على تقييده مرارا وتكرارا وإيقافه يعني حتى حاليا يوجد ملف لم يشمل شبه متوقف حاليا يعني هناك يبضلطة أخرى سيد أحمد فيما يتعلق بأن هناك الآن غارات على مناطق في سوريا هناك الوضع في لبنان ألا يأخذ هذا بالاعتبار في حين في حين تقييم هذه العمليات وهناك يعني غارات على العدوان الإسرائيلي كان أيضا على مناطق في سوريا قبل أيام يعني يعني تتعرف أستاذي الكريم هذه المسألة نسبية وتتعامل معها على مسألة يعني تخص حاليا لبنان تخص فلسطين تخص غزة أما الموضوع السوري يعني اللي عم بيجي الشخص بسأني أقدم لجومة أقول لهم أنا هربان من القصف الإسرائيلي على دمشق أو على سوريا يعني إجمالا لا أنا بقول لهم أنا عندي مشكلة مع النظام السوري عندي هربت من الحرب أنا من حقي أنا ما بدي أخدم بالجيش أقول لهم روح ادفع بدل يعني بصراحة حتى هذه يعني هذه التبريرات من المحكمية التبريرات هزيلة للغاية ولا ترقى ولا ترقى إلى مستوى يعني أنك تتعامل مع دولة بصراحة لا يحق للقاضي أن يقول له روح ادفع بدل شو روح ادفع بدل يعني على أي أساس بتقول له روح ادفع بدل مع مصاري ولا مع مصاري لكن ألا يمكن أن تكون في وجهة النظر الأخرى هي مسألة أولوية تحاول المحكمة الإدارية هنا وهي يعني قد تكون جهات قضائية لا علاقة لها بالسلطة الحاكمة الآن أو بالمزاج الشعبي أن تكون هناك نوع من الأولوية لترتيب من هو أحق بمسألة اللجوء خاصة مع صعوبة إعضاء خيارات لجوء كثيرة لأناس كثر مع الصعود اليمين هناك في النمسا في المقابل ألا يمكن أن تكون هي مسألة أولويات يا سيد الكريم حتى ولو صح هذا الطرح لا يعني أن من جاء وتعرض للخطر وللمخاطر ووصل إلى النمسا وقدم اللجوء أن يتعامل معه بطريقة الكمية وطريقة الحصص إذا بدنا متفضلت لا مدام هذا الشخص عنده قضية واضحة وجاء ولديه أدلة ولديه وضع معين خاصة فئة الشباب بقل لك أنا ما بدي أكون جزء من هذه المعركة على سبيل المثال لا مع النظام ولا مع المؤارضة وبالتالي وأضف على ذلك أن هو الشخص أنا حسب ما فهمت أنه ناشط بشكل أو بآخر ضد النظام ولا يبدو كان يتظاهر في دمشق أو كان عنده أنشطة معينة فبالتالي ليست موضوع الأولويات موضوع هنا قانون ممكن هنا يعني بأسوأ الحالات السوري هنا أصبحت عرف يأخذ إقامة سنوية وبعد ذلك بعد سنة يجدد له سنة أخرى وبعد ذلك سنتين ومن ثم ينتقل إلى الإقامة الدائمة تقريبا أو في حال استطاع أن يعمل ويتعلم اللغة فيذهب إلى بعد خمس سنوات إلى إقامة أوروبية إذن نحن في متابع على هذا الوضع شكرا لك سيد أحمد مراد أما بالتالي أستاذ الكريم أما بالتالي رفض السوري رفض السوري في أوروبا وخاصة إن أثبت أنها معارض للنظام ليس قانونيا نهائيا شكرا لك رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا كنت معنا من النمسا عبر سكايب شكرا لك سيد أحمد مراد